نحو فرض عقوبات جديدة على روسيا تتجه الولايات المتحدة على لسان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين جاء الإعلان إذ قالت إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على شبكة عابرة للحدود تضم أفراد وشركات تعمل على شراء تقنيات عسكرية للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا مؤكدة أن العقوبات ستستهدف 14 فرضاً و28 كياناً وأضافت يالين أن هذه العقوبات جزء من الجهد الأكبر لتعطيل جهود روسيا الحربية وحرمانها من المعدات التي تحتاجها من خلال فرض قيود على التصدير على مدى نحو تسعة أشهر توالت العقوبات الأمريكية والأوروبية وطالت مختلف المجالات على رأس الاقتصاد والقطاع المصرفي إضافة إلى أشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصولاً إلى الذهب كمصادرات والواردات من وإلى روسيا وأهمها النفط والغاز وعلى الرغم من كثرة العقوبات فإن ذلك لا يعكس موقف الاتحاد الأوروبي الموحد إذ يشهد معركة واسعة بين الدول الأعضاء حول الفائدة من هذه العقوبات فثمت من يعتبرها كأنغارية مثلاً أنها لا تعطي نتائج ملموسة وأنها تطال الشعب الأوروبي أكثر من غيره في حين ثمت من يرى كالولايات المتحدة وفرنسا أنها ضرورية لوضع حد لروسيا في حربها ضد أوكرانيا سياسة العقوبات المستمرة لا تعني قطع خطوط الاتصال بين الغرب وروسيا ففرنسا مثلاً حضت الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين على دعوة موسكو إلى خفض التصعيد وإيصال رسالة سلام أما البيت الأبيض فأعلن صراحة من جهته أن قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة عبر الخطوط الدبلوماسية والسفارات وحدة الموقف الأوروبي الأمريكي في العلن لا يعني أنه لا يحمل في طياته مخاوف عميقة من شتاء قاس سيعصف بدول الغرب ومواطنيها في حين لم تمتلئ بعد احتياطياتهم من النفط والغاز ولم يجد البديل النهائي لروسيا